هذه هي الحلقة الرابعة والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة لم يكتم الحديث بخصوص الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب المحاسن من كتبنا القديمة للبرق رضوان الله تعالى عليه لا أريد أن أعيد قراءتها لأنني قد قرأتها عليكم مرارا في الحلقتين المتقدمتين إنها الرواية التي تتحدث عن عدم دخول جبرائيل إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله لأن جروة كلب كان موجودا في البيت مر الكلام علينا أعرضت الرواية في بادئ الأمر على القرآن من حيثية موقف جبرائيل والملائكة عموما من الكلاب بحسب الرواية فإن موقف جبرائيل والملائكة عموما من الكلاب موقف سلبي بنحو مطلق عرضت الرواية من هذه الحيثية على الكتاب الكريم وتبين لنا من أن الموقف القرآنية اتجاه الكلاب ليس سلبيا بالمطلق هناك جهات إيجابية وإيجابية جدا وجدا وهناك جهات سلبية في الموقف القرآني اتجاه الكلاب ومن هنا فإن الرواية إذا فهمت بحسب الظهور العرفي وبحسب هذا المعنى الذي يظهر منها عرفيا لن تكون مقبولة لأنها تتعارض مع القرآن إلا إذا كانت الرواية قد جاءت في مسار آخر إنه مسار المعاريض وإني لأتكلم بالكلمة على سبعين وجها ولي من جميعها المخرج كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذ تكون الرواية في مقام التعليم في مقام بيان حكم من الأحكام أو مفهوم من المفاهيم الدينية وتحدثت أيضا في جهات أخرى من معارف وثقافة العترة الطاهرة المعصوم لا يلهو ولا يلعب والرواية تتحدث عن أن الحسين كان يلهو ويلعب كان يلعب بهذا الجر المعصوم لا يلهو ولا يلعب ووضحت هذا المعنى من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال أحاديثنا المعصومية الشريفة وانتقلت إلى أمر ثاني من أن المعصوم لا ينفعل بالنجاسة فلا أثر لوجود الكلب في دائرة محمد وآل محمد لأن المعصوم لا يتأثر بالنجاسة بل يطهرها تفرع الكلام وتشقق وتشعب ما بين الآيات والروايات والأحاديث ولا أريد أن أعيد ما تقدم لكنني سأكمله لأنني لم أتمكن من إكمال حديثي الرواية التي يدور حديثنا حولها هي في الجزء الثاني من كتاب المحاسن للبرقي في الصفحة السابعة والعشرين بعد الأربعمائة الحديث العاشر من الباب الذي عنوانه باب تزويق البيوت والتصاوير هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين فكتاب المحاسن للبرقي كتاب يتألف من جزعين بحسب ما هو معروف ومطبوع أعود لإكمال حديثي نظرة سريعة ألقيها على بعض من الزيارات الشريفة إنني أقرأ عليكم من كتاب مفاتيح الجنان للمحدث القمي إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم وأبدأ من زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها فإنا نسألك نخاطب الزهراء فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فلقد جاء ذكرهما في الزيارة الشريفة بحسب السياق موطن شاهد هنا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذه الطهارة طهارة مادية ومعنوية نحن نتحدث عن التصديق بمحمد وعلي التصديق بمحمد وعلي هو الفارق ما بين الطهارة والنجاسة المادية والمعنوية على حد سواء فالطهارة هنا طهارة مادية ومعنوية ولاية المعصوم تطهر طهارة مادية ومعنوية فهل نستطيع أن نتخيل أن المعصوم بحاجة إلى تطهير هل نستطيع أن نتصور أن المعصوم ينفعل بالنجاسة بالنجاسة المادية أو المعنوية وقد مر علينا في حلقة يوم أمس من خلال بيان معنى آية التطهير من أن الرس الذي جاء مذكورا في الآية الشريفة وهي الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب هذا الرس له مصاديق وله أنواع تحدث القرآن عنها وعرضت الآيات بين أيديكم له مجال لإعادة الكلام بهذا الخصوص فلا نستطيع أن نتخيل أن المعصوم يحتاج إلى تطهير أو أن المعصوم ينفعل بالنجاسة إذن ما هو موقف المعصوم من النجاسة يطهرها يطهرها تستغربون هذا الكلب عين نجسة عين نجسة حينما انتم في ولايته إلى أصحاب الكهف صار طاهرا صار جزعا من المسجد صار طاهرا وما قيمة أصحاب الكهف إذا أردنا أن نقيسهم إلى محمد وآل محمد صار طاهرا هذا الكلب العين النجسة صار طاهرا حينما انتم في ولايته إلى أصحاب الكهف وما أصحاب الكهف إلا أشياع لإمام زماننا حين ظهوره الشريف فإنهم سيعودون إلى الحياة أحاديث العترة الطاهرة هي التي أخبرتنا بذلك فهذا الكلب الذي لا خصوصية له كان كلبا عند راع من الرعاة الرائي التحق بهم الرائي بشر وآمن بالذي آمن به أولئك الفتية الذين آمنوا وزادهم الله هدى الكلب التحق بهم فصارت ولايته لهم فتحول إلى عين طاهرة صار جزء من المسجد وهو من الحيوانات التي ستكون في الجنة الروايات والأحاديث أخبرتنا بذلك فإذا كان الكلب تحول من عين نجسة إلى عين طاهرة بسبب بسبب ولائه لأصحاب الكهف والكلب نجاسته مادية صرفة من جهة ومعنوية من جهة أخرى وهو يتحول إلى عين طاهرة في البعدين في البعد المادي وفي البعد المعنوي في البعد المادي صار جزءا من مسجد وفي البعد المعنوي سيكون في الجنة هناك طهارة مادية وطهارة معنوية قد حصلت في هذه الواقعة فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا تطهير مادي ومعنوي في الوقت نفسه المعصوم مصدر لطهارة المادية والمعنوية لا يحتاج إلى تطهير لا ينفعل بالنجاسة يطهر النجس ويحول النجاسة إلى طهارة والقرآن ضرب لنا مثالا بكلب أصحاب الكهف والرقيم لكننا ماذا نصنع لهذه العقول المعتمة نحن عندنا مشكلة عندنا مشكلة هناك شيء أصطلح عليه دودة الأغايون الأغايون لفظة فارسية تعني السادة لكنها مصطلح في الأجواء الحوزوية إذا ما أطلقت يقصد من هذه اللفظة المراجع يقصد منها الطبقة الأولى من العلماء في حوزة النجف وكربلا في حوزة قم أو في سائر الحوزات الأخرى هناك دودة عندنا في الواقع الحوزوي هي دودة الأغايون هذه تتحرك في جميع الاتجاهات إنها نابشة إنها متحركة تتحرك في عقولهم في قلوبهم أتحدث عن مراجع الشيعة تتحرك من فوق ومن تحت في جميع الاتجاهات هذه الدودة أصلها فيروس سقيفة بني ساعدة من هناك جاءت هذا هو المتحور الذي أصيبت به الشيعة فيروس نجف طوسي أربعمية وثمانية وأربعين المتحور عن فيروس سقيفة بني ساعدة أختصر كل هذا إنها دودة الأغايون هذه الدودة التي دمرت عقولهم ومن خلال دمار عقولهم دمروا العقل الشيعي هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيش فيه منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين المذهب الطوسي القذر الذي تدين به حوزة النجف وكربلاء تدين به المرجعية الشيعية منذ ألف عام وإلى يومنا هذا وإلا فإن الكلمات هذه واضحة جدا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا ماديا ومعنويا بولايتك يا أم الحسن والحسين في زيارة أئمة البقيع إنهم أئمتنا إمامنا الحسن المجتبى وإمامنا زين العابدين وإمامنا الباقر الطاهر المطهر وإمامنا الصادق المصدق أئمتنا سادتنا أولياؤنا في بقيع الغرقد في المدينة النبوية المطهرة هكذا نخاطبهم في زيارتهم الشريفة وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا عملية التكفير عملية تطهير فهي عملية إخفاء وإزالة للنجاسة وحينما تزال النجاسة وتخفى فإن طهارة ستحل محلها وَجَعَلَ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذْ أَخْتَارَكُمُ اللَّهُ لَنَا وَطَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ عَلَيْنَا مِنْ وِلَايَتِكُمْ طَيَّبَ خَلْقَنَا تطهير مَادِّي وهذا التطهير المادي ينعكس في آثار معنوية في طهارة معنوية وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا هذه آثار الطهارة المعنوية وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا هذه الرحمة من آثار الطهارة المعنوية رحمة لنا وكفارة لذنوبنا وهذه هي الطهارة المعنوية والمادية في الوقت نفسه هنا في التكفير تمتزج الطهارة المعنوية والمادية لأن تكفير الذنوب يزيل الآثار المعنوية والمادية للذنوب وكفارة لذنوبنا واختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم هؤلاء هم منابع التطهير لا نستطيع أن نتصور أنهم بحاجة إلى تطهير فاقدوا الشيء لا يعطيه ولا يمكن أن نتصور من أنهم ينفعلون بالنجاسة يتأثرون بالنجاسة الذي يناسب هذه المقامات أنهم يحولون النجاسة إلى طهارة وتذكروا مثال كلب أهل الكهف ذاكي الذي اسمه كلب علي فماذا كتب في سجع الختم الذي يختم به معاملاته التجارية كلب كلب بحب أهل كهف النجا هو اسمه كلب علي وهذا اسم شائع عند الإيرانيين عند الشيعة الإيرانيين وعند الشيعة الفاكستانيين أيضا وربما في أجواء شيعة العراق كان يستعمل في أزمنة سابقة كلب بحب أهل كهف النجا كيف لا أنجو وأنا كلب علي هو اسمه هكذا أبوه هو الذي سماه إنها الفكرة نفسها التي أحدثكم عنها في زيارة سيد الشهداء بعد أن مررت بكم على زيارة الصديقة الكبرى وزيارة أئمتنا في البقيع هذه زيارة سيد الشهداء وهي الزيارة المخصوصة الأولى التي نزور الحسين بها في أيام رجب وفي أيام شعبان هكذا نخاطبه نخاطب الحسين الشهيد أشهد أنك طهر طاهر مطهر ما تريدون أكثر من هذا الماء وصف بأنه طهور وتبين أن المعنى من أن الماء طاهر بنفسه ومطهر لغيره ولنفسه إذا ما تنجس وكثيره معتصم لا ينفعل بالنجاسة وأنزلنا من السماء ماء طهور ماذا نقول للحسين الذي هو الحسين الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله حسين مني ثم ماذا يقول وأنا محمد وأنا من حسين طهارة محمد من حسين كما أن طهارة حسين من محمد هذا المضمون نحن نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض فحسين من محمد ومحمد من حسين كلامهم واحد المستقى واحد والعين واحدة والنور هو هو نور محمد من حسين ونور حسين من محمد ونور محمد هو نور حسين ونور حسين هو نور محمد من حسين صلى الله عليه وآله وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض ثم ماذا تقول الزيارة خلقكم الله أنوارا هذه كائنات نورية ليس فيها من ظلام النجاسة ظلام وطهارة نور وهؤلاء حقائق نورية هؤلاء كائنات نورية هذا هو منطق القرآن المفسر بتفسيرهم ومنطق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم هكذا نخاطب حسينهم أشهد أنك طهر طاهر مطهر طهر الطهر مصدر هو مصدر طهارة طهر الطهر مصدر وطهر هو فاعل هو الذي يفعل الطهارة وهو الذي يطهر إذا أراد أن يطهر مطهر صيغة مبالغة بحسب اللغة وإلا فلا توجد صيغة مبالغة حينما نتحدث عن محمد وآل محمد نحن نحن لا نعرف قدرهم حتى نتمكن من أن نبالغ في قدرهم لكنها اللغة والإصطلاحات والصيغ الصرفية أشهد أنك طهر هذا مصدر الطهارة طهر طاهر هذه صيغة فاعل هو الذي يفعل في هذه الجهة مطهر صيغة مبالغة مطهر مثل ما بينت لكم معنى طهور وما في دلالة هذه الكلمة بخصوص أن الماء الكثير يكون معتصما لا ينفعل بالنجاسة مطهر مطهر لا ينفعل بالنجاسة وإنما يطهر النجاسة يحول النجاسة من عين نجسة إلى عين طاهرة وتذكر مثال كلب أصحاب الكهف والرقي أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر فهو من محمد ومحمد منه ومحمد هو أصل الأصول أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت يا حسين طهرت يا حسين طهرت ذاتا وصفات وأفعال طهرت عينا وآثار طهرت طهرت ظاهرا وباطنا طهرت سرا وإعلانا طهرت وطهرت وطهرت طهرت وطهرت بك البلاد هذه البلاد بكل ما فيها بكل ما فيها وفيها الطهارات المادية والنجاسات المادية وفيها الطهارات المعنوية وطهارات المعنوية مراتبها بلا حدود والنجاسات المعنوية والنجاسات المعنوية مراتبها بلا حدود ومصدر الطهر والعظمة هنا طهرت وطهرت بك البلاد إنها الأرض وما عليها وطهرت أرض أنت فيها يا حسين طهرت كربلاء وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك هذا هو حسين الذي نتحدث عنه ونتطهر بزيارته زيارته طهارة أكانت من قرب أم كانت من بعد أشهد أنك تسمع كلامي أكنت أكلمك من قريب أم أنني أكلمك من بعيد المسافات والتضاريس الجغرافية لا تحول فيما بيننا وبينك يا أبا السجاد أشهد أنك تسمع كلامي تسمع كلامي أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وترد سلامي وهذه حقيقة هذه حقيقة نحن نخاطبه من قرب ومن بعد بهذا اللسان يا حسين أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وترد سلامي هكذا نتطهر بزيارته أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا أبا عبد الله من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك غاية الأمر الأمر راجع إلى الإنسان يريد أن يتطهر أم أنه يريد أن يبقى نجسا الأمر راجع إلى الإنسان إذا أراد أن يتطهر واتجه إلى فناء الحسين هناك الطهارة والتطهر طهرت يا أبا عبد الله وطهرت بك البلاد وكذلك العباد البلاد لا قيمة لها من دون العباد البلاد بلاد بأهلها البلاد بلاد بعبادها ومن زيارة سيد الشهداء إلى الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم بعد بعد أن نقول لهم مثل ما قرأت عليكم قبل قليل وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فيا أيتها الحقائق النورية المقدسة يا أيتها الحقائق الإلهية القادسة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا إنها طهارة مادية ومعنوية في الوقت نفسه فطهارة النفوس لا يمكن أن تكون مادية لوحدها ولا يمكن أن تكون معنوية لوحدها إنها طهارة مادية ومعنوية إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة الكاملة يمكننا أن نقتصر على ذكر الطهارة المعنوية ونتحدث عن الأشياء النفسية فقط لكن الزيارة لا تقصد هذا فقط هذا جزء من مقاصدها وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا كل أنواع التطهر في كل مراتبه في كل مظاهره من المظاهر المعنوية ومن المظاهر المادية في جميع الاتجاهات في ظواهر أمورنا وبواطنها في إسرارنا وفي إعلاننا طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا صلوات الله عليكم سادتي وأوليائي الزيارات طافحة بهذه المعاني كلماتهم ورواياتهم تتدفق تدفقا بهذه الحقائق لكن العقول المظلمة لأولئك الذين يقال لهم المراجع أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء بسبب دودة الأخايون التي فعلت ما فعلت فيهم لا يصهرون الحقائق إنهم يستأنسون بالظلام إنهم يعشقون سخيف المعاني أما هذه المعاني المتأنقة هذه المعاني المتعلقة لا يتذوقونها لأنهم عديم هو الذوق لا ذائقة طيبة لهم إنهم يحبون أن يشموا روائح النجاسات لا يتطيبون بطيب العقيدة السليمة هذا هو الواقع الشيعي الدخي القذر أتحفوهم 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 وأتحف أنافهم التي تعشق القذارات أتحفوهم بالوثيقة الدخية لا أجلب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة قال توصل أطمئنن تركبهم يعني بش أشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأحلام أخذ خمسة قلت المستعجب مش ده أقول تركب يعني خلاغة أغميشيني كما تكون خلاغة أغميشيني جيمي تبقوا لهم وكان حالة السنوات فقوش ديخ تعرف فقوش والنص عباردة كنا على تقوكلكم تعرفونا لأنه مالد أجيب الأسماء عربدة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ وش لا مو علم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا هو الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة أعتقد أن الفكرة صارت واضحة بخصوص الرواية التي ورد السؤال بخصوصها من النجف ومن فاضل من فضلاء حوزتها بحسب ما يعرف نفسه في رسالته مر الكلام في أن الرواية إذا ما فهمناها وفقا للظهور العرفي فإنها تتعارض مع منطق القرآن ومع موقف القرآن من الكلاب ومر الكلام في هذا وأمر مهم في معارف العترة الطاهرة فإن المعصوم لا يلهو ولا يلعب والرواية تخالف هذا المنطق إذا ما فهمناها بحسب الظهور العرفي لا بحسب المعارض وأمر آخر فإن الجو العام في الرواية يشير إلى أن المعصوم ينفعل بالنجاسة المعصوم لا ينفعل بالنجاسة تذكروا مثال كلب أصحاب الكهف وهذه حقيقة قرآنية أنا لا أحدثكم عن رواية يمكنكم أن تشككوا فيها المعصوم لا ينفعل بالنجاسة يحول النجاسة إلى طهارة ومر الكلام في هذا هناك أمر ثالث الأمر الثالث الرواية بحسب الظهور العرفي تشعر أنهم بحاجة إلى الملائكة ولذا فإن الملائكة يتمنعون عليهم لهذا السبب أو ذاك بيوتهم مختلف الملائكة الملائكة يجب عليهم أن يأتوا إليهم سورة القدر واضحة واضحة تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة بأجمعه أما الروح الروح هذا ما هو روح القدس روح القدس من الملائكة هذا روح قدس آخر الروايات حدثتنا عن هذا روح قدس فاطمي هذا تجل من تجليات فاطمة فليلة القدر ليلتها وليلة القدر عنوان لفاطمة في ثقافة العترة الطاهرة هذا الروح الذي ذكر منفردا عن الملائكة لأنه أشرف من جميع الملائكة وروح القدس الذي يصاحب الأنبياء ملك من الملائكة هو داخل في مجموعة الملائكة أما هذا الروح فهو روح القدس الفاطمي أشرف مخلوقات عالم الملكوت ولذا جاء مذكورا لوحده في سورة القدر أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن أفواج الملائكة لا تنقطع عن بيوتهم الصباح مساء في كل لحظة في كل ثانية فيما هو أقل من الثانية الأفواج متواصلة فوج يصعد وفوج ينزل معارج الوحي ومعارج الملائكة عندهم صلوات الله عليهم في بيوتهم التي كانوا يعيشون فيها وفي حضراتهم المقدسة إنها أعتابهم الشريفة حيث مزاراتهم المكرمة هذه معارج الملائكة الملائكة صاعدة نازلة لا تنقطع أفواجها هؤلاء خدم وعبيد عندهم الرواية تشعر أنهم يحتاجون إلى الملائكة عودوا إلى الزيارات الشريفة ستجدون من أن وصفا يتكرر فيها من أنهم مختلف الملائكة ما المراد من هذا العنوان مختلف مختلف الملائكة يعني أن الملائكة لا تنقطع عنهم ملائكة نازلة وملائكة صاعدة الجميع يختلفون إليهم يعودون إليهم معاد الملائكة إليهم أقرأ عليكم رواية من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار بأخبار عالم الشهادة وعالم الغيب لأنهم خدم عندهم جند عندهم أعوان لديهم الحديث الرابع في الصفحة السابعة والأربعين بعد الأربع مئة بسنده بسند الكليني عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر إلى إمام الزمان إلى إمام كل زمان في زمانه في زماننا إنه قائم آل محمد إنه صاحب الأمر والزمان إنه الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه إمامنا الكاظم يقول ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر الملائكة صاعدة نازلة الروايات حدثتنا كثيرا عن هذا المضمون فكيف تأتي هذه الرواية وهي تشعرنا بأن جبرائيل يتمنع عن دخول بيت محمد صلى الله عليه وآله وهو يشترط عليه شيئا أن يخرج ذهلك الجر من بيته كما قلت لكم الرواية إذا أردنا أن نفهمها بحسب الظهور العرفي فإننا نرفضها تتعارض مع القرآن وتتعارض مع هذه الأصول المعرفية المعصوم لا يلهو ولا يلعب المعصوم لا ينفعل بالنجاسة المعصوم لا يحتاج الملائكة الملائكة يحتاجونه لأنهم خدم عنده عبيد عنده هو مختلف الملائكة إذا فهمنا الرواية بلحاظ آخر بلحاظ المعاريض من أن الرواية في مقام التعليم نقبلها حينئذ لأنها لا تتعارض مع القرآن ولا تتعارض مع هذه الأصول المعرفية من ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فصل الرسالة التي بين يدي بحسب ما عنونت من الأستاذ الدكتور أبو ذر الحسيني الرسالة طويلة والسؤال الذي جاء فيها يتردد كثيرا وهو موجود في كثير من الرسائل أهل المتجمعة عندي والتي لم أجد وقتا كي أجيب عليها الجواب على سؤاله على سؤال الأستاذ الدكتور الحسيني سيكون جوابا على تلك الرسائل أيضا كتبها مثل ما يقول متعمدا باللهجة الشعبية العراقية باللهجة الدارجة كما يصطلح عليها أشار إلى مطاعن أبي بكر مساوئ أبي بكر بحسب ما تعتقد الشيعة السنة لا يعتقدون هذا بحسب ما تعتقد الشيعة ويتساءل يقول لماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر معه حينما هاجر إلى المدينة لماذا لم يأخذ مثلا أبا ذار الغفاري الغفاري إلى أن يقول بعد أن يشير إلى مطاعني أبي بكر يأخذ العملاق أبا ذار الغفاري أو أحد الطاهرين من الصحابة هس أنا إنسان عادي مو رسول أقرأ الكلام كما جاء في الرسالة مطبوعا هس أنا إنسان عادي مو رسول من أريد أسافر أخذ وياي خوش آدمي يرافقني بالسفار خصوصا كانت سفرة خطرة يشير إلى هجرة النبي خصوصا كانت سفرة خطرة أو مهمة بتاريخ البشرية ويستمر في كلامه في رسالته ويصر علي كثيرا أن أجيب على رسالته وها أنني أستجيب لطلبه سأجيب على رسالته بحدود ما يسنح به الوقت وهو جواب أيضا على عدد كثير من الرسائل المتجمعة عندي والتي تدور في هذا المضمون هناك أجوبة تقليدية لا أريد أن أجترها لأنني لا أعتقد بصحتها أجوبة يجترها المعممون إما في الكتب أو على المنابر أو على المواقع الألكترونية لا شأن لي بهم وبأجوبتهم هذه القضية التي جاء السؤال بخصوصها ما هي بقضية يتيمة إذا أردنا أن ندرس سيرة نبينا وسيرة أئمتنا فإن الأمر هذا يتكرر دائما دائما هناك أشخاص سيئون النبي الأئمة يهتمون بهم يفسحون لهم مجالا ومجالا واسعة هذه القضية ليست خاصة بأبي باكر علينا أن نعرف أمرا مهما مرة نحسب الأمور بحساباتنا البشرية بحساباتنا البشرية هذه الأمور ليست منطقية النبي كان عارفا بحقيقة أبي باكر لماذا يهتم به ليس في قضية الهجرة فقط وإنما على طول الخاط وأبو باكر مثال كثيرون من أمثال أبي باكر وهذا الأمر يتكرر في سيرة أئمتنا أيضا يهتمون بأشخاص سيئين من الوسط الشيعي أو من الوسط السقيفي من وسط السقيفة بني ساعد يهتمون بهم ويفسحون لهم مجالا واسعة هذه القضية متكررة لكن لا بد أن تتذكروا بأن الأمر هذا يفعله الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعله رسول الله والأئمة الله يتعامل بحلمه وبلطفه وبرأفته وبرحمته مع خلقه مثل ما جاء في بعض الأحاديث القدسية المال مالي والخلق عيالي الله يتعامل مع خلقه بهذا المنطق هناك حسابات بشرية هي حساباتنا وحساباتنا صحيحة بحسبنا حينما يسأل السائل ويعترض المعترض ويستفسر المستفسر لماذا تعامل رسول الله هكذا مع أبي بكر وأمثاله من الصحابة الذين ما كانوا مخلصين لرسول الله الدليل واضح في رزية الخميس الدليل على عدم إخلاصهم هو سوء عواقبهم واقعة رزية الخميس تكشف هذه الحقيقة ورسول الله كان عارفا به حتى لو لم يكن على بصيرة رسول الله تجارب خيانتهم وتجارب فرارهم القرآن يتحدث عنها ألم يكن رسول الله عارفا بالقرآن هذه المضامين موجودة في القرآن النبي كان عارفا بهم والقرآن يتحدث عنهم وعن خيانتهم وعن سوئهم لكن حسابات رسول الله ليست كحساباتنا حساباتنا بشرية وحسابات رسول الله حسابات إلهية حسابات محمدية ربانية هناك فارق بين حسابات وحساباته ولهذا السبب أمرنا بالتسليم لأننا لا نستطيع أن نتجرد من حساباتنا حساباتنا صحيحة بحسبنا لكنها لا تفرض على الدين وعلى الرسالة لا تفرض على محمد وآل محمد نحن نفرضها على أنفسنا نحن نفرضها على شؤوننا أما إذا كان الكلام عن محمد وآل محمد إذا كان الكلام عن دين الله وعن الله سبحانه وتعالى فإن الحسابات ستكون مختلفة من هنا أمرنا بالتسليم التسليم هو باب النجاة لنا نسلم لهم وينتهي الأمر فحينئذ تتوقف حساباتنا البشرية بحدود شؤوننا بحدود حياتنا اليومية بحدود شؤون أسرنا بحدود أمورنا الشخصية لا تتسرب إلى عقيدتنا وإلى ثقافتنا الدينية تكون عقيدتنا وثقافتنا الدينية محكومة بقاعدة التسليم أن نسلم له في برامج سابقة حدثتكم عن نوعين من المنطق هناك منطق نوري وهناك منطق ترابي نحن لا نرفض المنطق الترابي إذا كان الإنسان يعمل به ضمن حدوده لأن المنطق الترابي ضرورة بالنسبة لنا حياتنا الدنيوية مبنية على قواعد المنطق الترابي أما ديننا وعقيدتنا فهي مبنية بحسب معارف العترة الطاهرة لا أتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن دين سقيفة بني طوسي أتحدث عن دين العترة الطاهرة دين العترة الطاهرة مبني في ثقافته ومفاهيمه على المنطق النوري فإذا تعاملنا وفقا لقواعد المنطق النوري هذه الأسئلة لا محل لها من الإعراب هذا السؤال الذي في الرسالة وكثير من أمثاله وأشباهه لا محل لهذه الأسئلة من الإعراب المشكلة أين المشكلة أن السائل يسأل وفقا لحساباته البشرية الترابية وينقي بها على محمد صلى الله عليه وآله الذي حساباته إلهية ربانية نورية فهنا يحدث الإشكال وهذا أمر طبيعي فإننا نأتي بمنطق ترابي هذا المنطق أجنبي عن محمد وآل محمد فنأتي به ونلقي به على شؤون محمد وآل محمد فتنشأ الإشكالات وتنشأ الاستفهامات علينا أن ندرك من أن محمد وآل محمد حساباتهم إلهية حساباتهم ربانية منطقهم نوري أما نحن حساباتنا بشرية حساباتنا ترابية شخصية منطقنا أرضي ترابي الحل أين الحل في التسليم أن نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم ومن هنا جاء تعريف الإسلام من قبلهم جاء تعريف الإسلام بأنه التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم نحن حينما نسلم لله نسلم لهم نحن لا نستطيع أن نسلم لله بنحو مباشر لا علاقة مباشرة فيما بيننا وبين الله العلاقة المباشرة فتح الله لها بابا هذا الباب المفتوع محمد وآل محمد من خلال هذا الباب فإننا نستطيع أن نتواصل مع الله بالضبط مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة من أراد العلم من أراد المدينة فليأتها من بابها الباب لمحمد ما هم الصحابة من هؤلاء الأعراب الباب لمحمد لا بد أن يتناسب مع مقام محمد وهذا هو الباب الذي تحدث القرآن عنه في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم باب محمد لا بد أن يكون بمستوى محمد صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها محمد وآل محمد هم الباب الذي يؤتى الله من هكذا هو يريد هكذا هو يريد الله هو يريد الباب الذي يؤتى الله من محمد وآل محمد الذي يريد الله عليه أن يلج من هذا الباب أن يعتصم بهذا الباب أن يتمسك بعروة هذا الباب أن يبقى طائفا ساعيا راكعا ساجدا قائما قاعدا في خدمة هذا الباب وهذا هو التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن النجاة في التسليم أنا سأجيب هذه مقدمة لتوضيح المطلب لا أدري هل يكفي الوقت أو لا يكفي أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أستطيع وأبدأ من هنا إنها أخلاق الله إنها أخلاق الله ونبينا أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله لكننا لا نستطيع ذلك ماذا نفعل لجهلنا وغبائنا وحمقنا وقصورنا وتقصيرنا وسهونا ونسياننا وذنوبنا وسيئاتنا في الأحاديث الشريفة من أن الإنسان إذا أذنب ذنبا إذا أذنب ذنبا ذهب جزء من عقله لا يعود إليه أبدا إلا إذا أراد المعصوم أن يعيده إذا أراد الإمام أن يعيده فهذا أمر راجع للمعصوم صلوات الله عليه نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم البداية من هنا من سورة الحجرات ومن هذه الآية إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة يا أيها الناس هذا الخطاب للجميع للجميع للأخيار وللأشرار للرجال وللنساء للكبار وللصغار للأطفال لليافعين للشبان للشيوخ للجميع للجميع الله يخاطب الجميع يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أنتم على حد سواء الجميع الأخيار والأشرار الميزان هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بإمكان الأخيار أن يصبح أشرارا وبإمكان الأشرار أن يصبح أخيارا هذا أمر راجع إليهم وتلك مشكلتهم لكن الله وضع القانون القانون هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون يخضع له الجميع الله يعمل بهذا القانون محمد وآل محمد يعملون بهذا القانون لا يفرقون في مقام الإمامة مقام الإمامة مقام ربوبية ومن هنا في تأويلهم لقرآنهم فإن رب الأرض هو إمام الأرض الإمامة الإمامة ربوبية ربوبية بحسبها في مقام الإمامة الإمام لا يفرق بين الأخيار والأشرار لا يفرق بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار إنهم خلق الله الأمر راجع إليهم ما يظهره من تعامل يكون مقبولا عند أتباعه بحسب المنطق الترابي فهذا يقع في حد المدارات في حد المدارات أو أنه يقع في بعض الأحيان في أفق من آفاق التشريع إذا رجع الأمر إلى الإمام الذي هو الإمام إلى عقله الذي لم يكلمنا به قط هم الذين يقولون محمد وآل محمد والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا تلك هي عقوله وإنما نكلمهم على قدر عقوله والله ما كلمنا الناس قط مطلقا ولا في حالة واحدة على قدر عقولنا من هنا نحن محتاجون إلى التسليم لأننا نفكر بحسب المنطق الترابي وهم يعملون بحسب المنطق النوري الحسابات مختلفة فيما بيننا وبينهم هم ينزلون إلينا يتعاملون معنا وفقا لمنطق المدارات لأن هذا هو الذي يتناسب معنا لكن في شأن الإمامة التي هي شأن ربوبي يتعاملون مع الخلق كما يتعامل الله كما يتعامل الله الأخيار والأشرار عند الله في حد سواء المشكلة مشكلته بإمكان الأخيار أن يصبحوا أشرارا وبإمكان الأشرار أن يصبحوا أخيارا والقانون هو هذا القانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعلى هذا فإن الله يفسح المجال للجميع ورزقه واصل للجميع نحن هكذا نقرأ في الأدعية اليومية من أدعية شهر رجب في الدعاء المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا من يعطي من سأله هذا واضح يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه لماذا تحننا منه ورحمه أعطني بمسألتي إياك هكذا نقرأ في الدعاء يا من يعطي من سأله هذا الذي يسأل يعرفه بحدود معرفته وهذا ما هو بأمر غريب هناك كائن يعرف الله ويسأل الله إذا لم يسأل الله فهو يسأل من لا بد أن يسأل الله هذا ما هو بأمر غريب يا من يعطي من سأله الأمر الغريب هنا يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه لا يعرف الله ويعطيه تحننا منه ورحمه هذا المنطق الإلهي هذا المنطق الربوبي وهو منطق الإمامة الإمامة شأن ربوبي الإمامة شأن إلهي الإمامة ما هي مشيخة قبيلة مثل ما فعل خلفاء سقيفة بني ساعد هؤلاء مشايخ بدو لا كانوا مشايخ في الجاهلية وليس لهم من شأن أو كرامة بين الناس فجأة بكبسة زر بكبسة زر شيطانية صاروا خلفاء لرسول الله وما هم بخلفاء لرسول الله هؤلاء تعاملوا مع الأمور مثلما يتعامل رؤساء القبائل إمامة محمد وآل محمد إمامة إلهية إمامة ربانية شؤونها إلهية شؤونها ربانية ما أظهروه من تعامل معنا وفقا للأعراف ووفقا للموازين الشرعية التي علمونا إياها كل هذا يقع في أفق المدارات أما شؤون إمامتهم نحن لا نعرف أسرارها إنهم يتعاملون مع الخلق جميعا مثلما يتعامل الله معهم وهذا هو منطق الله يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى على حد سواء وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا على حد سواء لتعارفوا أنتم بعد ذلك وضعتم القواعد والأعراف والتمييز فيما بينكم التمييز عندي الله يقول لنا وهو هو نفسه عند رسول الله وهو هو نفسه عند آل رسول الله المعصوبين التمييز هو هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا الأمر يحتاج إلى إعطاء الإنسان مساحة كبيرة لأن الإنسان يخطئ ويخطئ ويخطئ ويمكن أن يصيب لأن الإنسان يذهب بعيداً وبعيداً وبعيداً وهناك احتمال لرجوعه إلى الصواب وإلى المكان القريب هذا هو المنطق الرباني هذا هو المنطق الإلهي وبما أننا لا ندرك أسراره من هنا أمرنا بالتسليم سورة المؤمنون بعد البسملة قد أفلح المؤمنون في تأويلها عن العترة الطاهرة قد أفلح المسلمون المسلمون هم الناجون المسلمون هم الفائزون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون صلوا عليه وسلموا تسليماً في أفق من آفاقها نحن نصلي عليه نرتبط به ولكن ارتباطنا كيف نصوره نصوره بالتسليم له صلوا عليه وسلموا تسليماً نسلم عليه نقول صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى التسليم هذا أن نسلم له نذهب إلى فاصل في صورة قرآنية في صورة النساء يتجلى هذا المعنى جلياً جلياً جداً الآية الخامسة والأربعون بعد المئة بعد البسملة والتي بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً هؤلاء الذين هم في الدنيا يعيشون مع نفاقهم وبنفاقهم عاقبتهم القطعية هي هذه واضحة في هذه الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ولكن الباب مفتوح لهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً هذا للمؤمنين الذين هم من بداية أمرهم من المؤمنين وللمنافقين الذين رجعوا إلى طريق الحق فصاروا من المؤمنين على حد سواء هذه أخلاق الله وهي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وهي هي أخلاق آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تدبروا في الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً إذا استمروا على نفاقهم هذه عاقبتهم القطعية الأكيد إلا الذين تابوا إذن الباب مفتوح إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيما هناك لقطة جميلة يرسمها لنا إمام زماننا الحجة بن الحسن في دعاء الافتتاح وهو دعاء مروي عنه يقرأ في ليالي شهر رمضان ماذا نقرأ في فقرات هذا الدعاء الشريف أني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الداعي بحسب ما يعلمنا إمام زماننا يخاطب الله فصرت أدعوك آمنة مع كل قصوري وتقصيري مع كل عيوبي مع كل الأسباب التي لو كنت حكيماً لو كنت حكيماً لكنت خائفاً منك لكنت خجلاً منك ولكن مع كل ذلك فأنا أدعوك وأنا آمن لعلمي بكرمك فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة لا خائفاً ولا وجلاً بل ماذا أفعل مدلاً عليك أتدلل عليك أتدلل عليك هكذا أتعامل معك لأنك أنت الذي فسحت لي هذا المجال أنت الذي علمتني على هذا ما قمعتني يا ربي ما قمعتني ولا عذبتني سترتني وأكرمتني وعظمتني وهديتني وأنا أصر على خطأ فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة إنني أستأنس بذكرك مع أنني لا أستحق هذا أنا أستحق الطرد يا إلهي لكنك لا تطردني عن بابك ولا تبعدني عن ساحة جنابك فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدلل هو عليك مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك هل هناك من تودد من الله أعظم من أن يبعث إلى هذه الأمة محمدا ولكن ماذا فعل الصحابة ماذا فعل أبو بكر وأمثاله إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم أريد أن أكتب لكم كتابا عاصما يتودد إليهم بهذا وهم يقولون من أنك تهجر يا محمد ويرفضون أن يكتب لهم محمد صلى الله عليه وآله الكتاب العاصم وعلى رأسهم عمر على رأسهم كبار الصحابة ولذا فقد طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك أنا الذي أتطول عليك أنا صاحب الطول والمنة عليك كأن لي التطول عليك ومع ذلك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل عبدك جاهل جهول هذا هذا هو حال الجميع حال الأخيار وحال الأشرار هذا الكلام ليس خاصا بالأخيار وليس خاصا بالأشرار حال الجميع هكذا حال العبيد هو هذا الله هكذا يتعامل معنا حتى الأشرار في لحظات يعودون بقلوبهم إلى الله أعاظم الملحدين في العالم عبر التاريخ في لحظة من اللحظات يعودون إلى الله برغم آنافهم برغم آنافهم كيف يستطيعون الفرار منه إنهم يضحكون على أنفسهم وهو يمهنهم بحلمه نحن هكذا نقرأ في دعاء كميل الدعاء المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علمه لكميل بن زياد هكذا نقرأ في فقرات هذا الدعاء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء هناك رحمة تسع كل شيء وفي الوقت نفسه هناك قوة تقهر كل شيء ولا يمكن الفرار من حكومتك هكذا نقرأ في كلمات هذا الدعاء الشريف لا يمكن الفرار من حكومتك إلى أين نفر أعاظم الملحدين في لحظة من اللحظات هم لا أعاظم ولا هم يحزنون ولكن هذا تعبير بالمعاني المضاد بالمعاني المعاكس هم ألعن خلق الله هؤلاء أعاظم الملحدين هم الأكثر لعنة والأكثر بعدا عن ساحة رحمة الله ولكن في لحظة من اللحظات يعودون إلى الله لا يمكن الفرار من حكومته ولا يمكن الفرار من رحمته رحمته وسعت كل شيء وقوته قهرت كل شيء أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية جدا على أساسها نفرق بين حساباتنا الترابية وبين الحسابات الإلهية النورية التي هي حسابات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يديه هو تفسير القمي إنه علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه هذا هو أستاذ الكليني وشيخه الأكبر صحيح أن التفسير تعرض للتحريف والتصحيف لكن فيه من الحقائق الكثير إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الشريفة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والأربعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأول من قاس إبليس واستكبر وفي هذه الأمة أول من قاس واستكبر هم خلفاء السقيفة بني ساعد هؤلاء أول من قاس في الدين واستكبروا استكبروا على العترة الطاهرة فأول من قاس إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها يشير الإمام إلى معصية إبليس حينما استكبر على أبينا آدم فأول من قاس إبليس واستكبر والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها قال إمامنا الصادق فقال إبليس يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد قد يقول قائل وهل أن الله محتاج إلى عبادة من هذا النوع قطعا لا إنما برنامج هداية الناس وما هو نافع للناس أن تكون العبادة هكذا وإلا فإن الله غني عن كل هذا قال الله تبارك وتعالى لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد فأبى أن يسجد بقي على عناده حتى بعد أن سمع الحقيقة الكاملة من الله سبحانه وتعالى فقال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين فقال إبليس يا رب كيف وأنت العدل الذي لا تجور فثواب عملي بطل عمله الصالح السابق قال لا ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين إبليس سأل الله أن يبقى إلى يوم الدين إلى يوم القيامة فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين فقال الله قد أعطيتك بقاء إبليس إلى يوم القيامة بحسب الآيات كان مرفوضا من قبل الله فيبدو أن الرواية فيها نقص أو أن المراد من يوم الدين هنا ظهور إمام زماننا لأن برنامج إبليس يبدأ بالانحسار من اللحظة التي يظهر فيها إمام زماننا صلوات الله عليه يبدأ بالانحسار تدريجيا تجفف منابع برامجه فقال إبليس يا رب كيف وأنت العدل كيف وأنت العدل الذي لا تجور فثواب عملي بطل قال لا ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك فأول ما سأله البقاء إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى أبقاه إلى الوقت المعلوم هذا لا يعني أن إبليس سينتهي بالكامل في زمن الظهور إبليس له رجعة في زمن الرجعة هذا موضوع مفصل في بابه فأول ما سأله البقاء إلى يوم الدين فقال الله قد أعطيتك قال سلطني على ولد آدم لأنه يبغض آدم يحسده قال سلطني على ولد آدم قال قد سلطتك قال أجرني منهم مجرى الدم في العروق قال قد أجريتك قال لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان كي يسلط أولاده على أولاد آدم وأراهم ولا يروني وأتصور لهم في كل صورة شئت فقال قد أعطيتك قال يا رب زدني قال قد جعلت لك ولذريتك في صدورهم أوطانا بإمكانهم أن يدخلوا إلى قلوب الآدميين إلى صدورهم قال قال ربي حسبي أعطاه ما يريد فقال إبليس عند ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رواية أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطته على ولدي وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي ماذا تعطيني وتعطي لولدي فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها قال يا رب زدني قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ النفس الحلقوم أو تبلغ أو تبلغ النفس الحلقوم إلى لحظة الحشرجة والغرغرة بعد الحشرجة والغرغرة تخرج الروح من الجسد قال التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس الحلقوم فقال يا رب زدني قال أغفر ولا أبالي من دون حساب هذه الحسابات الإلهية قال أغفر ولا أبالي قال حسبي إلى آخر ما جاء في الرواية هذه قوانين الله وهذا عطاء الله أعطى لإبليس ما أعطى وأعطى لآدم ما أعطى العطاء الذي أعطي لآدم أوسع من العطاء الذي أعطي لإبليس العطاء الذي أعطي لإبليس بحدود الدنيا العطاء الذي أعطي لآدم إنه يسع الدنيا والآخرة العطاء الذي أعطي لإبليس نوع سلطة وتصرف العطاء الذي أعطي لآدم أعطي كرما بلا حدود أغفر ولا أبالي بلا حدود العطاء الذي أعطي لإبليس كان عطاء محدود إبليس أعطاه المجال وحاوره وإبليس يعاند وحينما طالب بحقه أعطاه حقه هذا هو المنطق النوري يختلف اختلافا كاملا عن المنطق الترابي بحسب المنطق الترابي فإننا نشخص الموقف من إبليس أن يهلكه وينتهي الأمر هذا هو المنطق الترابي أما المنطق الإلهي فهو شيء آخر ومن هنا يأتي هذا الإشكال بخصوص أبي بكر وأمثاله ويستمر هذا الإشكال بخصوص زواج النبي من عائشة ويستمر 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 على طول سيرة رسول الله وعلى طول سيرة أمير المؤمنين وتأتي الإشكالات لماذا فتحت الزهراء الباب أو لماذا وقفت عند الباب أو لماذا أو لماذا والحكاية طويلة لماذا خرج الحسين لمواجهة يزيد في عدد قليل لماذا لم يسالم لماذا أخرج عائلته معه لماذا أخرج الرضيع أمام السيوف والسهام والرمح لماذا ولماذا هذه أسئلة مردها إلى منطق ترابي وهؤلاء أشير إلى محمد وآل محمد يتصرفون وفقا لمنطق نوري وفارق كبير بين المنطقين صارت الصورة واضحة قطعا الجواب لن يكتمل في هذه الحلقة وقت الحلقة قارب على الانتهاء لكن الذي نخلص إليه أن منطق الله يختلف اختلافا كاملا عن منطق البشر هل منطقنا خاطئ بحسبنا فإن منطقنا سليم بحسبنا لأن المنطق هو قانون وهذا القانون يعتمد على مفردات حينما نقول المنطق المراد من هذا المصطلح ومن هذه الكلمة طريقة التفكير منطقنا الترابي خاطئ بحسبنا هو سليم بحسب شؤوننا الدنيوية هو منطق سليم كلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار إنك لن تدرك الإيمان لن تكون مؤمنا لن يعانق قلبك الإيمان حتى ترى الناس كلهم كلهم حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم عقلاء في دنياهم بحسب منطقهم الترابي حمقاء في دينهم لأنهم يقيسون دينهم بمنطقهم الترابي فعينما نسلط المنطقة الترابية الدنيوية الذي هو خاص بالشؤون الدنيوية على عقيدتنا الدينية الغيبية فإن الدين سيصبح حماقة وإن المتدين سيصبح أحمق وهذا هو الحمق بعينه لن نكون مؤمنين حتى نرى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذا هو الفارق بين المنطق النوري والمنطق الترابي حساباتنا الشخصية حسابات ترابية نستطيع أن ندبر شؤون حياتنا على أساسها ووفقا لها نستطيع أن ندير شؤون أسرنا شؤون تجارتنا شؤون أعمالنا اليومية شؤون بيوتنا وفقا للمنطق الترابي أما حقيقة أدياننا فإنها تحتاج إلى منطق نوري إذا لم نستطع أن نلامس المنطق النوري فإن العلاج الناجعة هو في التسليم ومن هنا أمرنا بالتسليم أن نسلم لمحمد وآل محمد أن نرضى بأقوالهم وأفعالهم من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يصنع فليقل القول مني ما قاله آل محمد ما قاله محمد وآل محمد ما بلغني عنهم وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن إن كنت داريا أم لم أكن إنني أسلم بما يقولون أسلم بما يفعلون أسلم بما يريدون الصواب والحكمة والهداية معهم صلوات الله عليهم أكنت عارفا بأسرار ذلك بحكمة ذلك بالعلة بالغاية أم لم أكن لماذا لأنني في أيد أمينة في أيد أمينة إمام زماننا هو أمان أهل الأرض إمام زماننا هو أمان الخائفين هكذا نسلم عليه في زياراته من أنه سفينة النجاة من أنه عين الحياة سفينة النجاة سفينة الأمن والأمان في جوار إمام زماننا أتحدث عن جواره المعنوي عن جواره العقائدي عن جواره المحكوم بالمنطق النوري أما منطقنا الترابي فهو لنا لحياتنا الشخصية لأيامنا لأسرنا لشؤوننا الدنيوية وعلى هذا فإن كل الإشكالات وكل الأسئلة التي تأتي في هذا السياق كالسؤال الذي جاء في الرسالة التي بين يدي وما يشابهه وما يماثله هذه أسئلة مبنية على منطقنا الترابي الذي هو منطق صحيح بحسبنا ولكنه ليس صحيحا بحسب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت الحلقة انتهى تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم دعاء جميعا في أمان الله